الداخلية تسلمت إدارة أمن ثلاث محافظات في العراق أهمية هذه الخطوة سيما وأنها تعد أحد بنود المنهاج الوزري نعم شكرا جزيلا لك سيدي الفاضل ولمشاهدي قناة التغيير الفضائية حقيقة عسكرة المدن وإنهاء هذه العسكرة هو رسالة اطمنان جديدة يمكن أن تضاف إلى قضية وضع نظرية أو وضع استراتيجيات حقيقية لنظرية الأمن القومي ضمن اتجاه حقيقي وصحيح هو إبعاد هذه المدن عن التكتلات العسكرية والكتل العسكرية التي يمكن وجودها قد يثير الفوضى والإجعاج ويؤثر على الكثير من المظاهر أكان المظاهر الاجتماعية أو المظاهر التي ترتبط بها المدينة وحقيقة أن المؤسسة العسكرية هي لا تتعامل مع المدنيين بشكل عام المؤسسة العسكرية لها أهداف واضحة في أنها تتعامل مع العدل الخارجي وهذا العدل الخارجي يتمثل في العدل الذي يريد أن يخرق الحدود الخارجية وليس الحدود الداخلية وحقيقة المناورات التي يمكن أن تكون للجيش هي المناورات السوقية والتعبوية التي تجري في الميدان وليس في المدن والمدن بحث ذاتها هي تحتاج إلى أن تكون هناك رسائل اطمئنان حقيقية من قبل المؤسسات الداخلية التي ترتبط بوزارة الداخلية كمؤسسات حقيقية يمكن لها أن تعطي تنفيذها من خلال الأطر الصحيحة في استقدام الوسائل الحديثة في إجراء أو في نشر نظرية الأمن بصورة تتناسب مع المواطن في ظل ما يعيشه الآن المواطن من ظروف يعني نقول أن المواطن اليوم هو بحد ذاته هو أمني من خلال ما يعني عاني العراق من خروقات كبيرة من داعش ومن غير داعش وكل المنظمات المتطرفة التي عملت في العراق اليوم المواطن له رؤية حقيقية في مواجهة هذه الأخطار داخلية أما خارجيا فأعتقد أن المؤسسة العسكرية هي من تتولى هذا الملف بطريقة صحية اشتركوا في القناة